وبيكلم لعبته محمد مغربي يطاول لقدام حلوة ممكن خرج غلط الحارس خطيرة ممكن غريب خطير جول 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 علي عمرو هو اللي يسجل واحمد سيد غريب بغرابة اول مرة تيجي في القايم انما اول اهداف فريق 2001 مع الديا 18 هنشوف الحدوتة من اولها هجمة النادي الاهلي اللي بدأها جلال احمد بدماغه بعد ما لمح كده الحارس في تحرك برضو غريب جدا لي علي عادل اللي قلنا عامل مباراة طيبة واحمد سيد غريب اول مرة يحطها في القايم من اللقاء اللي فات احمد سيد غريب لما لعب اللقاء الودي عنده كده سوق توفيق انما تحركات ايجابية لي وكانوصل بيها بمجهود فاردي شق طريقه دخل منطية جزاء عمر زعفان واحمد حاتم تاني ملعوبة من عند جلال جلال لمحمد رضا على شماله يزبطها يلعبها انما عمر عادل طوع الكورة تترد تاني الى محمد اشرف عرضية خطيرة الجوني التاني جول 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 احمد سيد غريب يعود الكورة اللي جات في القايم وتتعمل له عرضية بالسم عن طريق محمد اشرف صنائية اهلوية في 25 ديه قادي بداية الهجمة وبداية اللعبة عملها برجله الشمال محمد رضا يطلعها الحارس على جنب علي عادل لغاية ما توصل للناحية العكسية لمحمد اشرف اللي بيشيل عرضية مفيش احلى من كده وبدماغه مستنيها على القايم البعيد احمد سيد غريب عشان يسجل اول اهدافه في المسم الحالي وتاني اهداف النادي الاهلي في مواجهة اليوم اتنين صف علي عمري بدأ التسجيل في الديئة 18 ثم احمد غريب في الديئة 26 تقريبا هدفين للنادي الاهلي نتيجة منطقية لعملية السيطرة عملية الاستحواز الكامل في منطقة وسط الملعب انسحاب اجباري لتشكيلة الشرقية للدخان بداية من محمد انور وعبدالله عيد وحسن يحيا السلاسي الامامي اللي كانوا بيبدأوا مرحلة دفاعية في وسط ملعبهم انما ما جابتش نتيجة اللاعب رقم 11 حسن يحيا وخبطت الكرة وخد منها ضربة ركنية محمد اشرف ضربة ركنية لصالح النادي الاهلي كالعادة محمد فخر هو اللي بيلعب كل الركنيات رايح له محمد رضا يلعب هالو ما شالش من مرة واحدة استلم رضا ويلفه ويعمل عرضية الدفاع يطلع يستاذها تاني قدام التمنتاشر ممكن جول ممكن جول جاي من وراء حمدي ياسر حمدي خطيرة جول 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 مغربي 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 يستاهل جول الولد محمد مغربي يحول الكرة اللي كان عملها احمد سيد غريب عشان يجيب الجول التالت سلاسية اهلوية بعد خمسة وخمسين ديئة من عمر المباراة عشر دايي من بداية الشوت التاني يسجل محمد مغربي انما تعملت الكرة في الزحمة تزديدة من احمد سيد غريب تيجي فيه المدفعين وتروع على طول لمغربي عشان يسجل الجول اه دي بداية الحدوتة والحكاية من اولها عرضية محمد رضا طلع الدفاع وخدها تاني محمد اشرف اللي حطاه حلو قوي جوه منطية الجزاء حمدي ياسر حاب يخلص لان كان طالع يلعب بدماغه حمدي ياسر مع مغربي ويرجعوا بيها لغاية ما توصل لحمد سيد غريب اخر اتنين لمسوا الكرة غريب ومغربي والجم النصيب محمد مغربي وانا بتكلم على احمد غريب ايبقى كمان معدله التهديفي كبير قوي اه ده احمد سيد غريب ممكن يعلقها من فوقه يا ولد يلعب الفكرة حلوة جول 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 يا ولد يلعب بتاع الصعب كله يضيع السهل ويجيب الصعب احمد سيد غريب لسه بتكلم عليه بقول لو احمد سيد غريب ركز في كل الكور اللي بتجيله هيبقى معدله التهديفي عالي جدا جايب النهاردة هوة الرجل هدفين هدف في الديئة ستة وعشرين وهدف في الديئة ستة وستين حطاه حلو وعلقها لعبتها معاها قادل كورة هي شالها كده وعمله تشيب حلوة قوي احمد اشرف لعب الوسط وهو كمان يشيلها من فوق الحارس علي عادل عشان يسجل رابع اهداف النادي الاهلي في لقاء اليوم يبقى اربع يوصل ليه الفري الاول ان شاء الله على مهله خالص جاي محمد اشرف من الصرف الشمال عشان يلعب الدربة الركنية ومن المناطق الدفاعية بيزيد محمد مغربي محمد ياسر قلبي الدفاع عشان يلعبوا بدماغهم قادل اتنين اللي بتكلم عليهم والدربة الركنية موجودة تتلعب على قائم القريب انما يشيلها المراضي محمد ميدو يستقبلها فخري ويرجعها تاني ليه محمد اشرف بيعدل على شماله يلفها يا ولد يا لعيب يا ولد يا ولد يا ولد خمسية اهلوية الهدف اللي بيسجله محمد اشرف عشان يكافئ نفسه النهاردة بعد المجهود الكبير اللي عمله بيعمل واحدة من الزاوية البعيدة هناك من اخر الدنيا يعلقها للحارس علي عادل خمسة صفر للنادي الاهلي عن طريق المراضي بقى محمد اشرف الباك الشمال عملها حل وقاوي قادل اعبة فخري اللي سندها وقلت بيعدل على شماله محمد اشرف عاملها في المرمى قصد على فكرة واحد يقول لك هو كان بيشيل عرضي لا الرجل عاملها في المرمى حب كده يشيلها من تحت العرضة انما هدف خامس للنادي الاهلي